ان شاء الله ليلة سعيدة على الجميع في كل بقاع الارض خاصة في الربع الخراب اللي اسمه العالم العربي ما هو ربع خراب فعلا مش انا اللي قلت عنه كده والله ده اللي قال عنه بعد ما هي في العائل الاربيس ان شاء الله اللي قال عنه كده دونالد رامس فالد قال دي خيام وخراب خرابات يعني لكن ان شاء الله تبقى ليلة سعيدة على الجميع النهاردة ناخدكم في قالة الزمن لقرون وراء عشان نعرف كتير بنسمع عن بنت اسمها نارجس امورنا ما نسمع عن ولد اسمه نارجس مع انه في الاصل الاسم ده اسمه ولد شاب اسمه نارجس ناركسوس بيقولك يا سيدي الشاب نارجس ده كان صياد وروح تستات صدو كان صياد يوناني في منطقة في اليونان كده وكان جميل قوي ومغرور قوي وفخور بنفسه جدا لدرجة انه مش شايف حد غير نفسه تجاهل جميع الناس اللي حواليه لانه شايف نفسه احلى واحد في الدنيا وما فيش اعظم منه ولا احلى منه ولا اجمل منه ولا 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 كلام فارغ كله هو بس في يوم الايام كان بيزور بحيرة فشاف صورته فانعكس صورته على وش المياه فوقع في غرام نفسه ما لقاش حد احلى منه لدرجة انه بقى يعد يقضي الساعات ساعات طويلة على البحيرة هو قاعد يبص على صورته في المياه ومش قادر يفارق البحيرة مش قادر يحول نظره عن صورته حد ما داخل وقع في المياه ومات شهيد لغرام نفسه اوه الله ايه اوه الاسطورة بتقول كده هو ده المؤمن ان حكاية نارجيس دي حضرات فضلت حبيسة الاساطير فضلت حبيسة الاساطير لحد ما جاء العالم فرايد وبدأ يدرس الظاهرة دي فطلع بحاجة اسمها الشخصية النارجيسية وقال لنا اعيبها وقفها وده صورة فرايد بالمناسبة فرايد ده بيني وبينكو يعني عمل 35 عملية في بقه بسبب التدخين ولم يتوقف عن التدخين ايه بقى اللي فكرنا بحكاية نارجيس دي الحقيقة اللي فكرنا بيها ان فيه دكتور نفسي اسمه محمد المهدي كان في لقاء تلفزيوني مع عمر قديم عن الزوج النارجيسي اه ماهو نارجيس ده مش يوناني ومشي ده فيه ناس كتير كده فعمر استضافه عشان يكلمنا عن الزوج النارجيسي ويمهد بالسؤال عام قالك احكي لنا شوية يا دكتور عن النارجيسية فاتكلم الدكتور النفسي محمد المهدي عن نارجيس او الشخصية النارجيسية وانواعها وكل ما يتكلم هتلاقي نفسك بيقول او اللي كانوا بيتفرروا يقولوا بصوت الاسابجي الله يرحمه هو بشكله بغبوته بشكله العكر خلا نشوف محمد المهدي قال ايه وهل عندنا حق ولا لا المهدي بيقول ان النارجيسي شايف نفسه طووس احسن واحد في الدنيا ودايما يبص اللي حوالين منه بنظرة دونية وشاف اللي حواليه اقل منه هي هي نشوف كده قال ايه الدكتور المهدي عن الشخصية النارجيسية دكتور محمد يعني نارجيسي بشكله عام مطلق كده لا مصري ولا اجنبي اهما في تقرير يعني خلطين شوية هو عايز يسيطر هي النارجيسية مش بس سيطرة حاجات تانية نارجيسي شخص شايف نفسه شيء متفرد شايف نفسه طووس شايف نفسه ما حصلش شايف نفسه احسن من كل اللي حواليه الباصص للناس التانين على انهم اقل زكاء واقل قدرة واقل مش ده بيفكرك بالنارجيسي اللي بالي بالك اه اللي شايف نفسه بطل قوي وشريف قوي والناس مش معدراء افكرك كده بيه ما يصحش ان احنا بنفكر كده هي الناس عمرها ما شافت ناش شرفة ولا ايه الناس عمرها ما شافت ناش ناش شرفة ولا ايه فيه ناس عندها شرف ما بيتبعش بعرض الدنيا لا ما اول مرة نشوف حد ما علوش حاجة الحقيقة السيسي قالك انا لا اعتبر نفس رئيس مصر ولكن انسان طلب مني اتدخل لحماية وطن والله انا صادق قوي وادبيات الرئيس حاجة وادبيات البطل حاجة تانية نشوف كده رأيه لازم يمشي على الكل والبقيين رأهم ليست لها اي قيمة ولا اي اهمية فطول الوقت هو يسعى لان يعني يصنع اسطورة شخصية النرجسية بقى مش حاجة واحدة المهدي او الدكتور المهدي بيقول النرجسي شايف ان كلامه بس اللي مهمه وكلام كل اللي حوالي ملوش ايه لازمة نسمع قال ايه بقى عن رأيه رأيه فضل رأيه لازم يمشي على الكل والبقيين رأهم ليست لها اي قيمة ولا اي اهمية فطول الوقت هو يسعى لان يعني يصنع اسطورة شخصية النرجسية بقى مش حاجة واحدة طيب ده اللي قاله قاعدنا اقولكو تاني تقريبا ده اللي بيقوله السيسي بالزبط لما قال لده كتل الإقصاد اي عيل في كلية إقصاد يعرف اللي انت بتقوله ده فاكر انت لما قال الكلام ده ايه وده مش تقليل من اللي اتقال دارس حيوله النتج المحلي وعجز الموزنه والدين العام والاستثمار والهطماني مش كده دكتور أهل ولا ايه والهطماني وال طيب ملا لهم بلما هو سهل كده ما عملناهوش ليه اذا لابد ان احنا نكون فاهمين ان فيه اجراءات اخرى يا جماعة هي ملاعة معاه الدكتور المهدي بيقول ان النرجسي هش وضعيف من جوه فما بيستحملش اي حد يعرضه او ينتقد قراراته نسمع كده قال ايه فيه بقى النرجسية النرجسية الهشة انا حاسس به شاشة داخلية حاسس اني بعيف حساس جدا فماستحملش كلمة نقد ماستحملش حد يعربني ماستحملش حد يلومني ماستحملش حد يناقشني ده النرجسية الهشة اه بي لكن فينا رجسية هشة زي ده كده اسمع انت درس الموضوع اللي بتكلم فيه ده انت درسه ايه ده انت درسين الكلام اللي بتقوله ده انت فاكرني اللي بتيجي تقولي الكلام بس بس نرجسي هش جدا لا يقبل كلمة معارضة او نقد طب يا ترى ايه السبب في التصرف ده من النرجسي يا دكتور محمد نسمع رد الدكتور محمد على النرجسية الهشة دي انه الشخص ده هو كان ضعيف في بدايات طفولته ويتعرض لإساءات وإهانات كتير جدا فقعدي يخسن ده كله وحاول ان هو يتميز في حاجة علشان يكبر ويبقى حاجة كبيرة فيقدر ده رأي الدكتور محمد المهني وده مين اللي قالك ان الايال كانت بتضربه هو صغير فطلع عنده عقدة وكبر قاله انا لما كنت صغير كانوا يضربوني كنت اقول لهم بكرة اكبر واضربكم فاكر اقول لهم بكرة اكبر واضربكم العوقد الصغيرة دي الدكتور المهدي بيقول ان السيسي سوري اسف النرجسي شايف نفسه والعريف واللي حواليه اغبية نسمع في النرجسية العقلية بتاعة المثقفين والعلماء انا بفهم والعريف انا حافظ شاعر انا انا عالم وانتم لا يعني هو بيكلم على دول وده تقريبا نفس اللي بيقوله السيسي بالحرف بيقول الناس لا هفاهمة ولا عارفة اسمعوا كده انا بحس ان الناس لا هفاهمة ولا هفاهمة ولا اي حاجة في الدنيا ومسا يدامي ماكرافون بتكلم فيه او جرار بكت لا يا جماعة دي دولة حضرها لنا كده بالطريقة دي احنا بننشر جهل وعدم وعي بين الناس احنا بننشر با بننشرش وعي حقيقي وكاينة المسائل بتتحلل بالمفاتيح كده بندوس عزارة تخلص لا 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 مهدي بيكلم عن نوع من النرجسية اسمها نرجسية العظمة غير بقى النرجسية العقلية والنرجسية الهشة نسمع كده النرجسية العظمة فيه نرجسية العظمة ان انا حاسس ان انا اعظم من كل الناس اللي حولي انا حاجة كبيرة قوي في الدنيا دي انا اكبر عالم انا كتير انا اكبر مختارع وده تقريبا اللي شايفه السيسي في نفسه خلينا شوف كده السيسي طبيب الفلاسفة ده ربنا خلقني طبيب اوصف طبيب اوصف الحالة بيقولك لا اسمعه مين الدنيا خبراء المخابرات والسياسيين والاعلاميين وكبار الفلاسفة لو حبيته ففهمنا سليمان يعني ايه يعني هو اتى سليمان القدرة على الفه لموضعات لا يفهمها الكثير ففهمناها سليمان ففهمناها سليمان شوفوا انا عارف مصر زي ما انا شايفكم كلكم قدامي كده وعارف علاجها برضو زي ما انا شايفكم قدامي كده وانا بقول الكلام ده الكل اللي بيسمع عني في مصر لو سمحتم ما تسمعوش كلام حد غيري كبان فيه نوع اتكلم عنه الدكتور المهدي وهو النرجسية الروحية اللي هو حاسس ان هو متصل بالسماء اللي بينه بين السماء اتصالات عليا وعنده نور اسمعوا كده النرجسية الروحية اللي عنده شيخ الطريقة الناس بقى اللي هما صوفية وانهما الاصحاب الطرق الحاجات اللي كلها بيعظموا قوي شيخ الطريقة ويقدسوه وهو يشعر بانه هو متصل بقى بالسماء وده بالضبط اللي السيسي شايفه في علاقته مع ربنا بدل ان السيسي كان بيقول حد يقول اللي بتتكلم عن ربنا كتير ليه اولده حبيبي وقالي علي اسمع كده الرزق على الله وناس بترزق على الله وانا بكلم فحد بعد ما خلصه قال لي انا عايز يعني ما انا بكلم ناس كتير يعني قال ليه عايب تكلم كتير عن ربنا ليه قلت لهم حبيبي حبيبي وغالي علي حبيبي وغالي علي وانا اللي شايف انا اللي شايف هو عمل لي معكم طيب احنا لأ لأ ممكن تكونوا شايفين بس انا شايف اكتر والله 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 كرموا على مصر فوق خيالكم والله 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 هو الوحيد اللي شايف عنده اتصال اخيرا الدكتور المهدي تكلم عن نوع من نرجسية سماء نرجسية الخبيثة بتاعت لمؤاخذة طغاة المستبدين برأيهم نسمعوا كده في نرجسية الخبيثة او الملجنة نارسسزم ودي بقى بتبقى ملوسة بالسمات البرانوية اللي هو بقى الشخص اللي هو مستبد برأيه اللي عايز تحكمه في الناس عايز تنعليه والعايز اللي هو طغية طغية وكانوا حتى بيقولوها على ترامب وده برضو على فكرة ينطبق عليه حرفيا لان هو كان بيقول ما تسمعوش كلام حد غيري كان بيقول كلام كتير زي ده لانه شايف نفسه اعظم واحد في الكون على رأي سعاد حسني اسمع شوفوا انا عارف مصر زي ما انا شايفكم كلكوا قدامي كده وعارف علاجها برضو زي ما انا شايفكم قدامي كده وانا بقول الكلام ده لكل اللي بيسمعني في مصر لو سمحتم ما تسمعوش كلام حد غيري انا بقول لكل المصرين اللي بيسمعوني اسمعوا كلامي انا بس لابس انا عايز اقول لك على حاجة بقى انسى كل اللي فات ده هل النرجسية دي حاجة وحشة على فكرة ناس كتير من اللي احنا بنحبهم نرجسيين اسمح لازدمك بقى انا عايز اقول لك انه ببساطة انسى كل الكلام اللي قاله الدكتور المهدي ده احنا ناس كتير من اللي عشقناهم واللي بنعشقهم عندهم نرجسية وعالية معظم المبدعين على فكرة نرجسيين معظم الفنانين نرجسيين معظم القادة العظماء زي نابليون وغيره نرجسيين هديك مثال على واحد ما هواش عادي الراجل ده الراجل ده حضرات ايلون ماسك بس هو مش عايز يجيب لي الراجل ده الحالة ده ده ايلون ماسك ده مش راجل عادي وده مش هيبقى راجل عادي وعايز اقول لكم ان انتو لازم تنبستو ان انتو عايشين في عصر هذا الرجل بنسمع عن اينشتاين وما عايشناش عصره بنسمع عن نيوتن وما عايشناش عصره لكن احنا عيشنا عصر هذا الرجل هذا الرجل بيطلق عليه انه كريستوفر كلاموس القرن الواحد وعشرين الراجل ده حضرات مش بس عمل عربية تيسلا انسى القصة دي الراجل ده هو النقلة ما بيننا وبين الفضاء الراجل ده مخطط كويس جدا على انه المريخ يبقى الكوكب التاني المأهول بالسكان بعد الارض ده راجل بيحلم منه هو عنده اثناشر سنة الى انه يبقى في الفضاء هذا الرجل انشأ شركة فضاء بتاعته هو وبتطلع بتعمل سواريخ للفضاء هذا الرجل الغير عادي والذي لا يقارن باي حد ولا ستيب جيوبز ولا الناس دي كلها خالص ده في حتة تانية خالص وقد لا يعلم عنه الكثيرين ان الرجل ده عبقرية فزة الرجل ده نرجسي وشايف نفسه قوي وطوص جدا وبص كل النرجسية اللي في الدنيا في هذا الرجل الرجل ده حضرات اتبهدل وهو صغير اتمرمت العيال اقرانه وهو صغير كانوا بيشتموه ويدربوه وطوله مئة و تسئين سنة دلوقتي يعني فعل لكن لانه ما بيحبش الاعمال العنيفة والحاجات دي فزميله وعياله استخدقوا ويدربوه لدرجته هج من البلد سنلوهم البلد ومشي اصبح هذا الرجل واحد من عباقرة التاريخ نرجسي لدرجة ان هو فصل موظف لان الموظف صحح له خطأ بس فقط لغير الموظف يا علي صحح له غضب وقادي الخبره موظف ايلون ماسك يفصل موظفا صحح له خطأ على تويتر بس يعني عبدالوهاب كان نرجسي بليخ حمد نرجسي رياض الصباط نرجسي احمد زكي كان نرجسي احمد عز نرجسي كل اللي انت ممكن تحبهم او اللي انت عبدالحليم حافظ كان نرجسي انما انت ديني امارة على انك انت ناجح النرجسية موجودة في كلنا كل الناس اي موظف ناجح اي حد عنده درجة من نرجسية اي حد عنده لاتشا كده لكن في واحد نرجسي زي ايلون ماسك ناجح وعبقري في واحد زي مكرسوم عبدالوهاب ده الدكتور المهد اللي بيقول كده اهو اي منتج فني العبقرة عندهم نرجسية اسمع الدكتور المهد بولي في نرجسية صحية انه انا حبيب نفسي وشايف نفسي استحق الحب والتقدير من الناس وفرحان بنفسي ومعجب بنفسي ونفس الناس يبقوا شايفيني وحاسين بيا وبنجح عشان الناس برضو يتبستوا يتبستوا ويسقفوا لي وما لهم حلو التقلقين ونجوم المجتمع في الفن والسياسة والادب والعلم نرجسيين وعشان كده طلعوا مفهوم اسمه البرودكتب نارسسيست او النارجسي المنتج النارجسي يعني حاسنه حاجة بعنده احساس نوع متفوق ده هو بيسعى عشان احساسه بذاته عالي بيسعى بيتعب ويكد ويشايف ايه عشان يحط نفسه في المكان اللي يستحقه فيه الكرياتيب نارسسيست النارجسيست المبدع يعني مثلا من المعروف مثلا انه مكرسون كان عندها احساس عالي جدا عبدالوهاب كان نفس حكا انا عبدالوهاب انا مكرسون انا عبدالحليم ناس كتير من السياسيين ومن العلماء ومن المفكرين كان عندهم هزا هارجع لحظة هزمك ان ترامب نارجيسي لكن ترامب صاحب شركة ناجح رجل اعمال ناجح اه تحبه ما تحبوش ده يخصك ده موضوع يرجعلك الون ماسك تحبه ما تحبوش ده موضوع يخصك انت انما ناس ناجحة ففي نارجيسي عنده امارة عبقاري فعلا زي ايلوم ماسك عبقاري بجد هذا رجل تاريخي يمر على الكرة الارضية خد مني وانسق قصة هذا الرجل رجل تاريخي بيمر الآن على الكرة الارضية عبقاري كنوا بقى نارجيسي ده مطلق يخصه عبدالوهاب أم كلسوم عبدالحليم السؤال الثاني بقى اذا كانت ان الارجيسية مش على طول الخط وحشة هل بقى الارجيسية دي مؤزية اه طبعا لما بقى الارجيسي ده يبقى فراغ من جوة ملاشئ لا فاهم في عسكرية ولا فاهم في اقتصاد ولا فاهم في دين ولا فاهم في اي حاجة هو شايف نفسه بس ده حد الجنون بقى اذا الناس وصلت في الحتة دي وما فيش حد يردعهم او يحسبهم او يقصص دوافرهم اللي هو القانون او يحمي الناس منهم تبقى مشكلة خاصة لما يكون ده مسؤول او رئيس وتفرج على ترامب اللي بينضرب به المثل ازاي فاكتر من موقف القانون ويف قدام قراته ادي اهو ادي النارجيسي الاعظم في الكون دلوقتي ترامب ادارة الدواء الامريكية تلغي ترخيص دواء ترامب السحري لعلاق كورونا بامر القضاء الامريكي الغاء قرار ترامب بشأن الزئاب الرمادية فيروس كورونا انتقادات حد اللي قرار ترامب من مقاطعة التنظام الصحة العالمية قانون واقف قدامه هو نارجيسي لكن فيه قانون بيقف قدامه الكارسة بقى انك تبقى فاشل وجاهل وعندك عقد الدانيا ونارجيسي وما فيش قانون بيمنعك ده اخطر ما في الموضوع السيسي جمع كل الانواع السخيفة دي النارجيسية الخبيثة النارجيسية الروحية النارجيسية بتاعت العظمة الفارغة النارجيسية العقلية والهشة كل دول ضربهم في الخلاط وطلع لنا شخص مريض بيحكم البلد بدون اي قانون هو شايف انه احسن واحد في العالم وانه كل الكوارس اللي بتحصل دي مش سببها هو سببها الشعب الشعب اللي هو بيعتبرهم مجانين عالي عليه لانهم مش فاهمين عبقريته مش بيحسدوا نفسهم انهم عايشين في عصر بتاعه لكن المجانين دول اللي هم اللي السيسي بيأكل عليهم عيش هم اللي بشغالينه هم اللي عمينه بطل على اي حال احنا قدام واحد جاهل فعلا وحقير من جوا فعلا وهو يدري انه حقير من جوا ومعندوش اي علم في اي حاجة بلا موهبة بلا علم ولكنه تحط في حتة في فجوة من الزمن اصبح يملك قوة عسكرية مدرعة بيخوف بها شعب اه لو يدرك حكام بلادي من اكون اه لو هم يدركون لا دعوا لي بالبقاء كل صباح ومساء انا مجنون اجل ادري وادري ان اشعاري جنون لكن الحكام لو لاي ولولا هذه الاشعار ماذا يعملون فاذا لم اكتب الشعر انا كيف يعيش المغبرون واذا لم اشتم الحكام من يعتقلون واذا لم اعتقل حيا فمن يستجبون وبماذا يطلق الصوت وكيل الادعاء وبماذا يا ترى يعمل ارباب القضاء وعلى من يحكمون واذا لم يسجنوني فلمن تفتح ابواب السجون هؤلاء البؤساء هم يد الحكم ولولا اني حي لطاروا في الهواء